عايز بشكل عام بعيد عن مصطفى محمد أسألك على المنافسات في الدوري الفرنسي كثير من الدوريات الأوروبية تتقدم بشكل رائع جدا تحديد الدوريات الخمس الكبرى أما فيما يخص الدوري الفرنسي فما زالت المنافسة في أحادية فقط باريس سان جرمان ينافس نفسه على مستوى الألقاف في السنوات الأخيرة هل في فرصة أو هل هناك أسباب لعدم منافسة الأندية الأخرى باريس سان جرمان على اللقب؟ كما تعلم أن باريس سان جرمان هو فريق كبير تم بناء هذا المشروع منذ ما يقرب من 15 عاما وهو مملوك لدولة قطر ونحن سعداء بوجوده في المصابقة المحلية وهو يدخل كثير من الأموال ولديه بنية تحتية جيدة ويحسن هذه البنية ويستطيع أن يتعقد مع اللعبين جيدين ولا تنسى أن فرنسا ضمن خمسة دول في أوروبا من أبطال أوروبا وأيضا من أبطال العالم ومصطفى محمد معنا هنا في نانت ونحن سعداء بوجوده هنا ولكن مع باريس سان جرمان هناك مرسيليا وهناك ليون ونيس أنت قلت أنه لا يوجد سوى باريس سان جرمان ولكن في كل بطولة في العالم هناك فريقان أو ثلاثة نية نفسان كما في أسبانيا هناك ريال مدريد وهناك برشلونا وأتليكو مدريد واليوم في إنجلترا هناك الأرسنال وهناك مانشستر وليفربول وفرق أخرى لكن في فرنسا هناك فرق أخرى تنافس وفي إيطاليا نفس الأمر حتى لو كان يبدو أن باريس سان جرمان فقط في الصورة ولكن هناك فرق أخرى تنافس هل في خططك المستقبلية أن ينافس نادي نانت على لقب الدولة الفرنسية ولو في المستقبل البعيد إذا كان هناك إذا كان الاستثمار لباريس سان جرمان من قطر سيستمر بالإنفاق بهذا الشكل لا سيكون الأمر صعبا ولكن بالنسبة إذا ما استمر الأمر على هذا النحو سوف نحاول أن نكون ضمن الأربعة أو الخمسة الكبار ولكن لماذا لا نفكر في الفوز بكأس فرنسا ورد الإشارة إلى أننا وصلنا إلى نهاية كأس فرنسا مرتين وفوزنا بمرة من المرتين ونسعى إلى المشاركة في البطولة الأوروبية وسيكون الأمر أسهل بالنسبة لنا وهناك لدينا أكاديمية تشارك في بطولة أوروبا على مستوى الفئة العمرية تحت 19 عاما أعتقد أن هذه خطوة همة تهيئنا للنجاح المستقبلي دون المرور بالمسائل السياسية ودون المرور بالحاجة إلى ضخ استثمارات كبرى نحن نستثمر في لعبين في المرحلة العمرية ما بين 15 و 18 طيب بمناسبة بي اس جي لو بي اس جي وانت تتحدث عن ضخ أموال طائلة في هذا النادي تحديدا على مستوى الصفقات واللعبين لو في الفترة القادمة طلبوا منك مصطفى محمد برقم كبير هل توافق على بيع مصطفى محمد للفريق أم لا مكاليلي وكثير من اللعبين الفرنسيين منهم لعبون أبطال العالم هؤلاء اللعبين خرجوا من نانت ونانت هو نادي شعبي كبير في فرنسا لو قاعدة شعبيات كبيرة لا تنسى ذلك أنا سألت سؤال وأنت تتحدث سأكرره عليك مرة أخرى هل لو عرض باريس سان جرمان وهو يدخ الكثير من أموال زي ما أنت تحدثت عرض ضخم وكبير وخيالي لضم مصطفى محمد في المستقبل القريب هل توافق ولو وفقت ما هو السعر الذي حددت لي بيع مصطفى محمد اللاعب الذي ترفض في الأصل لاستغناء عنه في هذه الفترة إلا لو برقم ضخم اليوم كما قلت هذا الأمر خارج النقاش نحن لدينا مشروع للمنفسة على المستوى الذي حددته ولدينا اللاعبين الذين يريدون يفعلون ذلك الإجابة لا يمكن أن تكون على النحو الذي تريده الآن لأنه ليدينا مشروع نريد أن نستمر فيه ولكن إذا كانت الفرصة لللاعب أن يتطور في نادي أعلى من نانت سوف نساعده كي يكون ذلك أمرا جيدا لمسيرته المهنية المستقبلية أكيد شاهدت الكثير من اللاعبين الكبار على مر التاريخ أي لعب تشبه به مصطفى محمد كمهاجم؟ من اللاعبين اللي أنت كنت بتحبهم؟ هناك الكثير من اللاعبين الجيدين ولكن على خصوصية مصطفى محمد مختلفة نوعا ما إنه لاعب هناك لاعب كان يلعب في فرنسا اسمه ديرمان لكوك الذي كان لعب أسطوريا بالنسبة لي وكانت لديه جودة وخصائص هائلة في منطقة العمليات على المستوى الفني وعلى المستوى القوة البدنية كان لديه القوة على أن يسجل والقدر على أن يسجل ومصطفى محمد لديه نفس القدر على أن يسجل من أي مكان دخل منطقة العمليات فنية وبدنية لا أعرف إن كنت تتابع مباراة كأس الأمم الأفريقية بالشكل عام أم لا أم تتابع فقط مصطفى محمد ولكن لو تتابع كأس الأمم الأفريقية أي المنتخبات المفضلة لك؟ اليوم من الصعب أن أعطي رأيانا قبل بداية الكان كنت أقول أن مصر فريق مرشح ولكن مصر لم تحقق النجاح المرطلوب في المجموعة ولكن الآن أستطيع أن أقول أن المغرب هي الفريق الجيد جدا وأتمنى على المستوى الشخصي أن أرى مصر والمغرب في نهاية هذه البطولة فاندم أنا أشكر حالك شكرا جزيلا على هذا اللقاء المهم على التلفزيون المصري برنامج رقم عشرة من فرنسا فلاديمر كايتا مالك نادي نانتا الفرنسي في مدخلة ولقاء أول على تلفزيون مصري وعربي الحديث عن مصطفى محمد وأيضا الحديث عن مستقبل مصطفى محمد مع فريق نانتا